السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم ومعلومة في الصيدلية مع دكتور أحمد فيديو جديد في سلسلة فيديوهات التخسيس الآمن احنا اتفقنا أهم حاجة في أن الواحد يخس جسمه يبقى فيه لياقة بيتنفس كويس فيه رشاقة كويسة في الجسم مش معقول هاخد أي أدوية أو هعمل أي نظام وأخس ونقعد مكاني ده في حد ذاته مش أسلوب حياة المفروض أسلوب الحياة يبقى الجسم مهما كان حتى لو جسم زيادة تبقى الحركة بتاعتي سهلة المفاصل بتاعتي كويسة يعني رجلي شايلاني بقدر تحرك كويس ما بنهجش لما أطلع سلم حركة بتاعتي كويس وإن شاء الله موضوعنا النهاردة عن الكابسولات اللي قدامنا دي كابسولات الكروماكس أكيد ناس كتير استعملتها تقييم النوع ده في التخسيس إلى حد ما مش قوي لكن أقدر استعمله بطريقة صح واحصل منه على نتيجة في خلال بكتير شهرين ونتيجة ممتازة جدا كفايدة في التخسيس لكن استعماله العادي في الاستعمالة اللي قد نشوف ناس كتير في الصيدلية بتيجي تستعمله وتكرره بدون نظام فبتوصل لأنها ممكن تستعمل 3-4 شهور أو بطريقة متقطعة وفي نفس الوقت مش مستفيدة لاستفادة الكاملة لو بصينا الأول للكروماكس الكروماكس فيه تركبته عبارة عن جزئين جزء زي ما احنا شايفين كده جزء من بدرة خلاصة ثمرة الجارسينيا والجزء الثاني عنصر الكروميا بس يا طرق ايه الجارسينيا احنا عايزين نفهم بس الجارسينيا دي عبارة عن زي فاكهة استوائية ثمرة استوائية موجودة في دول شرق آسيا زي أندونيسيا حتى هم بيستعملوها كتير في أكلاتهم العادية كنظام يومي احنا بنلاقي دايما انهم اجسامهم فيها رشاقة وفيها حركة كويسة الهونود طبعا واندونيسيا معروفين بحركتهم الكويسة لو بصينا للجارسينيا هي فيها مادة واحدة بس اسمها 50% من تركبتها حمض اسمه حمض الهايدروكسي ستريك أسد ده له فايدتين اثنين أساسيين في التخصيص علشان كده ده اللي خلى الناس بدأت دور على استعمال الجارسينيا في التخصيص وكان على فكرة ده سنة 2011-2013 بداية استعمالها في التخصيص المادة الموجودة في عشبة الجارسينيا بتعمل حكتين أولا بتعطل انزيم خاص بتكوين الدهون في الجسم وترسبها يعني في الأماكن أو تخزينها فبالتالي بتمنع تكوين الدهون في الجسم من بدايته وتاني حاجة بتزود إفراز السيروتونين ولو قلنا السيروتونين معناه ان فيه سعادة يعني بالتالي بتقلل الشهية بتزود الإحساس بالشبع يعني الحاجتين دول أساسيين طبعا في التخصيص تاني حاجة موجودة في الكرومكس اللي هي عنصر الكروم عنصر الكروم ده بدأ اكتشافه في الستينات عرفه أنه له دور أساسي في إيه يعني له دور سحري فعلا يعني موجوده في الجسم بينشط الإنسولين بيشغل الإنسولين بمعنى أصح الإنسولين اللي هو بياخد اللي بياخد الجلوكوز اللي في الجسم اللي في الدم ده يحرقه هو بيشغل الإنسولين ده بيزود إحساس الإنسولين بالجلوكوز الموجود في الجسم وبالتالي إنتاج الطاقة بالتالي لو فيه كمية غير كفاية في الجسم من عنصر الكروم الكمية الطبيعية في الجسم لو لقناها قليلة معنى كده الإنسولين مش هيشغل كويس مش هيحرق الجلوكوز وبالتالي الجلوكوز ده هيروح على مخازن الدهون زي ما اتفقنا ويتحول لدهون وبالتالي دهون في الجسم تزيد وجدوا ان الكورون بيساعد على ضبط معدلات السكر في الدم ومعدلات الدهون ومعدلات الكوليسترول وبالتالي له فايدة مضاعفة في التخسيس بل من خلال الدراسات وجدوا ان غالبية اللي جسمهم زيادة الناس اللي عندهم سمنا جسمهم اصلا في مقاومة للانسولين والكوروم الحاجات اللي بتقلل مقاومة الجسم للانسولين يعني بيزود بيحفز الانسولين على الشغل فبالتالي فايدة احسن كتير ان احنا نستعمل عنصر الكوروم ده في التخسيس والناس اللي عندها سمنا بالذات الناس اللي عندها اماكن زيادة فيها دهون بالتالي الكوروم ده من الحاجات الاساسية اللي لازم نستعمل طيب كده عارفنا دلوقتي فايدة الكورومكس بالمادتين اللي فيه في التخسيس طيب الفايدة دي مهما كان الفايدة زي ما قلنا انها الفايدة بتاعة الكورومكس في التخسيس مش قوية على الاستعمال بتاعنا انا بستعمل الصح ان انا استعمل الكورومكس تلت كابسولات قبل كل وجبة يعني ممكن استعمل تسع كابسولات يومية في العادة احنا بننصح الناس انهم يستعملوا كابسولتين اتنين قبل الوجبة الرئيسية ممكن كابسولتين قبل الغداء بنصف ساعة وكابسولة قبل العشاء وده الاستخدام الامثل مش معقول هاخد تلت كابسولات قبل كل وجبة ممكن يحصل حساسية للناس مثلا عندها رابوة او ناس عندها مشاكل تانية ضغط سكر حاجات من دي مفروض لهو انا ما يستعملوش الكلام فالافضل ان انا هستعمل الكورومكس كابسولتين قبل الغداء بنصف ساعة كابسولة قبل العشاء بنصف ساعة ده الاستعمال الافضل علشان اوصل لنتيجة كويسة طيب واتفقنا ان اي نظام تخصيص لازم هعمل تلت حاجات زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات والفيديوهات الفيديوهات اللي قبل كده لازم في تلت حاجات زي ما اتفقنا شرب مياه كويس وحركة ومجهود لازم حركة ومجهود الحركة اللي انا بس بعملها في البيت لو انا همشي في البيت كم خطوة افتح الشباك وامشي علشان اعمل ايه تنفس كويس اخد نفس عميق لحد يعني املى سدري كده نفس هوى واخرج النفس يعني شهيق وزفير بطريقة بحيث ان انا املى الرئة وفي نفس الوقت ابقى عامل مجهود ده هيوصلني لنتيج حلوة لحرق كويس لان الكروم انصر الكروم اللي اتكلمنا عنه في الكرومكس او سامرة الجارسينيا ونتيجها في انها بتخلي نسبة الدهون نفسها قليلة هتبقى افضل في ان انا ادخل هوا للمنطقة اللي فيها دهون ادخل هوا من خلال التنفس ادخل اكسوجين الدهون في اللحظة دي هيبقى حرقها كويس فلازم اتنفس كويس اخد هوا نضيف وفي نفس الوقت لازم يوصل للمنطقة دي مية كويس ما بقاش عطشان محدش هيخس وهو عطشان دي حاجة مش هتحصل الدهون بتتحرق او بيحصل لها حرق داخل الجسم يعني عن طريق المية والاكسوجين تمام وفي نفس الوقت طبعا اذا قدرت تعمل الرياضة ماشي غير كده استعمل محلي مثلا زي ده استعمله لو انا مشروباتي كتير في اليوم او باكل حلويات ممنعش طبعا نفسي من اي حاجة النظام اللي انا اعايز اخس به لازم يبقى زي ما اتفقنا حاجة ما تتعبنيش نفسيا فانا هستعمل النوع ده بحيث استعمل اشرب شاي اشرب قهوة اعمل بسبوسة اعمل كناف احط عليه الاسليمر ده الكيس الواحد بيديني تحليط معلقتين سكر واكل اللي انا اعايزه بالكميات طبعا اللي انا ما تبقاش اوفر يعني يعني اعمل توازن بين وجباتي زي ما اتفقنا برضو ان النظام الغذائي بتاعي لازم يكون متوازن بين البروتين والنشويات اللي هي الكاربوهيدريت والدهون وفي نفس الوقت ازود السلطات والخضروات لان دي حاجات فرش والفواكه هموما تبقى اللي بين الوجبات دي لازم تبقى عبارة عن خضروات وفواكه فقط ابعد عن النشويات بين الوجبات واذا مشينا على النظام ده ان شاء الله اضمن لحضرتك انك هتخلال شهرين اتنين هتحس بفرق كتير جدا 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 مع الالتزام بالنظام الغذائي وتكلي من الاكل بتاعك العادي اليومي اللي بتعمليه في البيت للأسرة جميعا بس مع الالتزام زي ما قلنا ايه ان انا مثلا قبل الغداء هيبقى معايا طبق سلطة النشويات نفسها هاكل من الاكل بتاعي اللي موجود على السفرة لكن هقلل كمية نشويات يعني قدامي نشويات مش هعمل مثلا بطاطس مع رز مع في الغداء مثلا خلي دايما عملت رز هيبقى معايا كوسا معايا بسلة الحاجات يعني ايه ننوع بين مايبقاش الوجبة كلها نشويات النشويات بتفرق كتير معايا فانا هقلل كمية نشويات استبدلها بخضروات تمام وااكل الاكل بتاعي العادي بس بدل ما انا هيبقى قدامي طبق موجود فيه رز هيبقى قدامي ربع طبق او نص طبق وازود قصاده سلطات ازود قصاده خضروات مع استعمال زي ما قلنا كابسولتين قبل الغداء وكابسولات قبل العشاء وان شاء الله هتدي نتيجة ممتازة ممتازة وفي خلال شهرين بالكتير ونستخدم الميزان قبل ما نستعمل الكابسولات وبعدها وان شاء الله مرتبقى كويس باقي بس نأكد على فوايد التانية للكرومكس بعيدا عن التخسيس انها بتقلل الاكتئاب وبتمنع القرق وبتقوي جهاز المناعة بتقلل مستوى السكر في الدم بتعالج مشاكل الجهاز الهضمي زي الامساك مثلا وبتخفف من مشاكل المفاصل زي الروماتيزم بترفع مستوى الكوليسترول الجايد في الجسم فدي كلها حاجات بخلاف ادوية التخسيس التانية اللي بتأثر على الحالة النفسية لا دي بالعكس بتحسن الحالة النفسية اتمنى الفيديو ده وطريقة استعمال الكرومكس تكون واضحة بالنسبة لحضراتكم ونشوفكم في فيديو جديد في سلسلة التخسيس الامن شكرا عليكم وسلام عليكم